أهلا بكم بفيديو جديد من الموسوع العربي الشاملة اليوم سوف نتحدث عن ما هي متلازمة مارفان تعد متلازمة مارفان ضمن الأمراض الوراثية النادرة والتي تصيب شخصا من كل خمسة آلاف شخص ويمكن تعريفها بأنها طراب وراثي ينقل من الآباء إلى الأبناء يؤثر على النسيج الضعم وهي الألياف الدائمة لأعضاء وهياك للجسم مما يؤدي إلى حدوث خلل في نمو أكثر من عضو من أعضاء الجسم مثل الجلد والهيكل العظمي والعينين والأواية الدموية والقلب والغضاريف والريئتين ويمكن تمييز مرضى متلازمة مارفان بأجسده من نحيل وقاماتهم الطويلة وملاحظة طول غير طبيعي في أصابع اليدين والقدمين والسيقان والأذرع وإذا أثرت متلازمة مارفان على الوعاء الدموي المسؤول عن نقل الدم من القلب إلى بقية أعضاء الجسم أي الأبهر فقد تكون تلك المتلازمة شديدة بما يمثل خطورة على الحياة أسبابها تعد متلازمة مارفان من المتلازمات الناتجة عن مشكلات جينية والجين المرتبط بها هو الجين المسؤول عن إنتاج الجسم البروتين الذي يحافظ على قوة ومرونة الأنسجة الضامة وعند إصابة الأبي بمتلازمة المارفان تزداد فرص إصابة الأبناء بها وذلك بنسبة 50% وفي بعض الحالات التي تصل نسبتها إلى 25% من الحالات المصابة بمتلازمة مارفان لا يكون سبب الإصابة العامل الوراثي بل يكون نتيجة طفرة جينية تحدث نتيجة خلل في تصنيع الصيغة الوراثية أعراضها تختلف من حالة إلى أخرى حتى في العائلة الوحيدة فبعض الحالات تظهر عليها أعراض بسيطة والبعض الآخر أعراض قوية ومهددة للحياة وبشكل عام تتمثل أعراض متلازمة مارفان فيما يلي طول هيكل الجسم ونحافته ارتفاع وتقوس الحنك مع ضيق المسافات بين الأسنان وازدحامها الإصابة بقصر غير طبيعي في النظر وجود زيادة في طول الأصابع والثاقين والذراعين بطريقة مفرطة تسطح القدمين إصابة العمود الفقاري بانحناء غير طبيعي الإصابة بالنفخات القلبية انغماس عظم الصدر إلى الداخل أو بروزه إلى الخارج متى تظهر أعراض متلازمة مارفان؟ يمكن ملاحظة الأعراض المرافقة لمرض مارفان منذ الولادة أما التشخيص فلا يتم قبل سن المراهقة أو سن الرجد كم يعيش مريض متلازمة مارفان؟ مع المدومة على العلاج المناسب فإن الغالبية من مرضى مارفان يعيشون متوسط العمر الطبيعي المتوقع إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوك متسوون لايك وسبسكرايب وشير للفيديو وأيضا تقدروا تابعونا على السوشيال ميديا إنستجرام، فيسبوك وتويتر